هو ايه الضرر ان يطلع مدرب حراس مارما سابق او مدرب حراس مارما حالي جزائري يطلع يقول ان انا شايف ان المبراه من قبل المبراه سبعين تلاتين ايه الضرر في انه يقول رأيه ده ليه الكابتن احمد خد دور مقدم البرنامج وقال له استنى استنى وقطعه عشان منتمي وعشان الرد كمان الاحصائيات يدل ان منتمي انت مستحيل تكون شفتها سبعين تلاتين الا بعين شديد الانتماء وبالعكس على فكرة ممكن ابقى منتمي وموضوعي لان كتير من الزمالكوية شافوا ان كان لهم افضلية ما انعكستش في اهداف انما سبعين تلاتين ده حضرتك شفتها لوحدك لان اعتقد ده فيه نوع مش من الانتماء فيه نوع من المغالاة نشوف الاحصائية النادي الاهلي فاز بهدفين مقابل هدف الاستحواز بتاع المباراة بشكل عام كان كام تسعة واربعين في المية للنادي الاهلي واحد وخمسين في المية لنادي الزمالك ما هو سبعين تلاتين دي تقريبا كابتن احمد الطيب شف النص ساعة الاولى في الشوط الاول فقط بعد الهدف بتاع النادي الاهلي لو جينا شفنا التزديدات بنتكلم في تسعة الاثناشر ولكن التزديدات على المرمى اللي هي فعلية كابتن احمد الطيب اللي بتكلمنا في الكرة دايما خمس تزديدات على المرمى مقابل اربعة تزديدات خارج القايم اثنين مقابل سبعة يعني حتى الفاعلية في التزديدات على المرمى كانت للنادي الاهلي الشوط الثاني بقى اللي احنا بنتكلم فيه اللي غالبا حضراتك ما شفتوش أصلا كان الاستحواز للنادي الأهلي أكتر 53 مقابل 47 6 تزديدات بشكل عام مقابل 4 على النادي الزمالك تزديدتين على المرمى للأهلي مقابل 1 على الزمالك يبقى احنا كابتن أحمد لو بنتكلم عن كلام دقيق لحد محترف مهني قاعد في ستوديو بيعلم الناس كرة القدم وفكرة يعلم دي كبيرة شوية أو حتى بيشرح للناس أو بيحللها مش مفترض حضراتك تقوله كده لأن حضرتك اللي تكلمت كتير جدا أن كرة أرقام وعلم وستاتس في النهاية المباركة 70-30 في مكان واحد فقط وهو عقلك الذي يرى الأمور بعين زمالكوية متشددة فيها مغالاة وليس عين محايد أو حتى منتمي موضوع يا حبي دون الإفساح عن ذلك هو أنا مش زمالكاوي بس برضو دون إفساح عن ذلك لكن حقيقة خلينا بقى مش بس الكابتن أحمد طيب هي كانت فيه نغمة خرجت وأنا بشوفها نغمة من اللي هي دور المسكن أن أنت دايما لما بتكون بتمر بحالة صعبة جدا وطبعا بالتأكيد خصارة بطولة مهمة زي دي هي يعني بيترطب لأ أثار نفسية صعبة شوية فالمسكن اللي يخرج هو إيه إن الزمالك هو اللي كان المتفوق فبدأت النغمة دي تنتشر بشكل كبير جدا يمكن فارس استعرض إحصائيات الشوط الثاني تحديدا ليه لأن أنت بدأت الشوط الأول بهدف فبطبيعة الحال أنت لعبتك رجع التحافظ على هدف فهنا كان استحواز نادي الزمالك زاد في الشوط الأول لكن لما دخلنا الشوط الثاني والتعادل واحد واحد وخلاص دي 45 ديئة نلقى لتفوق نلقى لتفوق بس استحواز تفوق كمان في خطورته على المرمى ومن هنا هنعرض كمان البعض اللي كان بيروج لفكرة هو الاستحواز أفضل ولا إنك تكسب المباراة أفضل إحنا مرينا بتلت مباراة هنستبعد مباراة الصوبر الأولانية اللي إنتم نسينا اللي إحنا كسبناها تلتة اتنين دي وكانت ممكن تزيد لولة الإصابة لكن مرينا بمباراة الزمالك الصوبر المحلي حقا فيها الفوز برقلات الترجيح مباراة الدوري العام اللي الزمالك كان مهمة بالنسبة له جدا للحصول على وصافة النادي الأهلي في الدوري فاز تلتة واحد النهائي دور الأبطال النادي الأهلي فاتتين واحد فيه نقط مهمة جدا نستعرض الاستحواز هنا وهنا في مباراة الصوبر المحلي استحواز النادي الأهلي أعلى 51-49 محاولات النادي الأهلي أعلى 16 محاولة مقابل محاولتين هنا كانت مشكلة النادي الأهلي إن الان تارجت كان اتنين فقط لغير مقابل اتنين للزمالك لكن لما نيجي نبص بقى على الأهداف المتوقعة اللي بتوضح لك قديه كان النادي الأهلي مفرط في فوز غالي كان النادي الأهلي 2.11 في حين ان الزمالك 54 يعني تقريبا نص هدف ده هنا لما نقول كده ده اللي نقول عليه بقى النادي الأهلي 70-30 نيجي لمباراة الدوري العام اللي الزمالك فاز فيها على النادي الأهلي أو بمعنى أضط الأهلي خسر فيها من الزمالك 3-1 كان نسبة الاستحوال 57 للأهلي 43 محاولات النادي الأهلي قد إيه 25 محاولة تقريبا مباراة في اتجاه واحد ومقابل 9 للزمالك برضو كان عندنا المشكلة اللي اتحلت بعد كده وهي الست محاولات انتارجت مقابل 5 لكن الاكسبيك تتجلز كما فارس 3 و 64 يعني النتيجة دي مع المعدل ده دي كانت بدأت تبقى سلبيات فايلة بالزبط يعني ده المفروض احنا لنسجل 3 أداف في حين ان الزمالك اللي 1-77 هو اللي سجل 3 أهداف من هجمات مرتدة لكن في نهاية دور الأبطال اللي عامله مسيماني بقى هو اللي صحح المحاولات انتارجت استعرضناه بالزبط عندنا خمس محاولات انتارجت مقابل 4 لكن الاكسبيك تتجول اللي احنا ما استعرضناه كانت 2.18 مقابل 1-42 يعني اعتقد في الثلاث مباريات سواء النادي الأهلي فاز او الزمالك فاز في الدوري او برقلات ترجيح النادي الأهلي كان هو الاخطر على المرمى كان هو الاقرب لتحقيق الفوز كان هو اللي هو الياد العليا في المباراة واللي حصل في النهائي زي ما قلنا لما بدأنا نلعب واحد واحد ونزلنا شو بتاني الاهلي كان هو اللي هو الياد العليا لكن الحقيقة بقى هو انتوا عايزين استحواز ولا عايزين اليكسب يخلص نشوف رأيكم وقت مكان نادي الزمالك بطل السوبر المحلي على حساب النادي الأهلي ونرجع تاني انت عملت ايه في النهاية المضمون بتاعك انت اللي عملته في النهاية خدت البطولة يبقى اذا ما خلاص ما فيش تعليق ما فيش كلام انت رايح لهدف عايزه خلاص واضحة جدا اللي مش مهم بقى يا فرحتي بالاستحواز عجبني الكلام دا ونمسك فيه بس هم للأسف غيروه طب ما هو لما انت تيجي تعمل حاجة تاني هيغيروه في النهاية النادي الأهلي هو بطل دوري أبطال أفريقيا عن جدارة واستحقاق وكل جمهير النادي الأهلي تستحق كل جمهير النادي الأهلي اللي شفناها في شارع مصر مصر فرحت بشكل كبير جدا يا فارس يوم محقق النادي الأهلي النجمة التسعة النجمة الغالية جدا ومش هنقبل اي حد يحاول يدي مسكنات انه هو يعكر صف وفرحتنا والله انا مختلف في الحتة دي احنا عايزينهم يدي مسكنات ويعيشوا مظلوميات ويشوفوا بعين السبعين تلاتين او التسعين عشر يشوفوا زي ما هم عايزين لان ده في مصلحتنا الامعام في نظرية المؤامرة هو احد اهم اسباب تخوض يعني انت بتختلف معايا سيبهم في البنج بتاعهم سيبهم في مش انا قلتلك لنا بطولاتنا وليهم اوهمهم فان شاء الله دايما تفضل بطولاتنا ولكن زي ما اسامة قال جمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي